إذن مشاهدين الكرام للوقوف عند نفوذ الميليشيات في جرف الصخر وأثر ذلك على الأهالي ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول دكتور يحيى حياكم الله لنعود قليلا بالتاريخ إلى الوراء دكتور في الثلاثين من تموز الماضي قصفت جرف الصخر بصواريخ نفذها طيران مسير سقط عدد من القتلى نتيجة هذا القصف بينهم قيادي في ميليشيا الحوثي هذا الغموض دكتور الذي يكتنف المدينة والقصف الذي يستهدفها هل للميليشيات دور في عمليات القصف وعمليات التي تجري تحت بصر وسمع السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية الحكومية أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام المعلوم أن جرف الصخر منذ عام 2014 أصبحت تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني وإن هذه الناحية التي قد هجر أهلها قد تم السيطرة عليها بالكامل لموقعها الاستراتيجي التي أخذته إيران وقد انتخبت إيران عدة مناطق في العراق للسيطرة الكاملة تحت قيادة حرسها الثوري أو ما يسمى فيلق القدس وضمن فصائل ما تسمى محور المقاومة لذلك لا قدرة للسلطات العراقية بدخول هذه الناحية ونتذكر أنه في يوم من الأيام أراد وزير الداخلية الأسبق وحلى ما أظن أن يعلق بمال الغبانية أو كذا أنه لم تم اعتقاله عند مدخل الناحية لم يسمح لوزير الداخلي لم يسمح له بدخول الناحية وتم اعتقاله وإهانته بل وضربه وإعادته إلى وزارته هذا الشيء يدل على أن إيران هي المسيطرة ويوجد في هذه الناحية قبل الاحتلال الأمريكي مركز من مراكز الطاقة الذرية العراقية التي لم يستهدف بالقصف عندما قصف المفاعل النووي عام 1980 من قبل إسرائيل وهذه المحطة الذرية أو النووية تستخدمها إيران في تصنيع كثير من القضايا الصاروخية وافتتاح معسكرات نعم لفصائل وأذرع مسلحة لها خارج المنطقة لذلك من الطبيعي أن تجد هناك الحوثي وتجد هناك من حزب الله اللبناني وتجد هناك من ما يسمى فيلق الأشتر من البحرين وتجد هناك خلايا أيضا من شرق السعودية ومن الكويت التابعين إلى خط الرهبر أو ما يسمى إلى الولي الفقيه فمنطقة ناحية جرط الصخر مجموعة من المعسكرات ومجموعة من المصانع العسكرية للمسيرات والصواريخ التي تستخدمها إيران خارج أراضيها وتجعل من العراق منطلقا لها لكون هذه الناحية تقع على منطقة مفتوحة في الصحراء بحيث يمكن أن تخرج السيارات من هذه المنطقة مباشرة باتجاه الرطبة باتجاه البحر الأبيض المتوسط تصول إلى لبنان دون أن تمر بمدينة عراقية يعني هذا الخط الستراتيجي هي التي أخذته إيران في سبيل نقل أسلحتها وأفرادها مباشرة من جرف الصخر إلى منطقة عكاشات التي تسيطر عليها أيضا للحرس الثوري ومن عكاشات مباشرة إلى المناطق الحدودية لسوريا لدخول لبنان ومن هناك إلى أي مكان يريدون إلى البحر الأبيض المتوسط ولكن أنا أقول كل ما يجري هو بعلم أمريكا وبمباركة أمريكا دكتور يحيى بحسب تقارير محلية فإن ناحية جرف الصخر تحولت إلى ورشة كبيرة لتصنيع الصواريخ والمسيارات وأيضا الخاصة بالميليشيات هل ما يجري في جرف الصخر بعيد عن أعين ونظر حكومة محمد الشياء السوداني هل له القدرة هل له الاستطاعة بأن يلجم هذا النفوذ الكبير دكتور يحيى حقيقة لا يستطيع محمد الشياء السوداني حتى دخول هذه الناحية هذه الناحية نعم هي غرشة كبيرة ومجموعة من المعامل الكبيرة وهناك المعامل التي أقيمت تحت الأرض وأشرفت عليها شركات من كوريا الشمالية ومن روسيا وهناك مصانع وخنادق كبيرة في هذه الناحية سواء على أطرافها أو في داخلها لا أحد يدخل ولكن ما يتسرب من تقارير هناك نعم هناك مصانع للصواريخ هناك مصانع للمسيارات هناك معسكرات لتدريب كل الأذرع المسلحة التي تخضع لإيران سواء في الخليج العربي أو في اليمن أو في لبنان وحتى في نيجيريا وفي أفريقيا يأتون إلى العراق أو يدخلون من إيران بدون جوى السفر وبدون أي رسوم ويخرج أيضا منها بدون أي شيء دون معارضة حكومة السودانية عاجزة كما هي الحكومات التي قبلها غير قادرة على فرض القانون ولا على فرض السيادة ولا قادرة على إرجاع الناس إلى هذه الناحية وهذا ليس تجنيا عليها وإنما الرجل أيضا يريد احترم نفسه لأنه غير قادر ووزير داخل يراح اعتقل وأهين ورجع فعلى أي أساس يروح إلى هذه الناحية اللي يمسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني ولا يمكن دخولها إلا بورقة من مكتب خامنائي بشكل شخصي دكتور يحيى جرف الصخر كما تفضلتم قبل قليل أصبحت تحت سيطرة ليست ميليشيا واحدة ولكن ميليشيات متعددة تعتبر الأقوى في الوقت الحاضر في العراق هي أقوى حتى من الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية ولكن دكتور يحيى ماذا لو تصارعت هذه الميليشيات على ناحية جرف الصخر من الضامن لعدم انجرار هذه الناحية لصراع دموي بين الميليشيات المتعددة التي تحكم ناحية جرف الصخر حقيقة هذه الميليشيات نعم هناك ميليشيات متصارعة ولكن كل ميليشيات لها موقعها الخاص بها ولكن أصبحت ناحية جرف الصخر كرية بمشاريعها الصاروخية وطائراتها المسيرة وهناك كثير من هذه الفصائل تسعى للدخول إلى الناحية والسيطرة على جزء منها وتقديم الخدمة لإيران وهي تتنافس فيما بينها لتقديم الخدمة إلى إيران ولكن لو فلت زمام الأمور في إيران أو من قبل القيادة الإيرانية أو من قبل الحرس التوري الإيراني فسنجد هذا الصراع يصبح واضحا على الأرض مثلما الآن هم قد تقاسموا هناك ميليشيا في سامرة وميليشيا في القائم وميليشيا في البصرة وميليشيا متخصصة بتهريب النفط وميليشيا متخصصة بتهريب المخدرات وزراعتها وهناك ميليشيا أيضا لكل ميليشيا اختصاص ولكن ناحية جرف الصخر لها خصوصية تختلف عن سنجار الذي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني وعن عكاشات أيضا الذي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني بشأن المشاريع التسليحية الكبرى التي أقيمت بها وعين الفصائل عليها ولربما ستكون الكعكة الكبيرة التي يمكن أن يتقاتلون من أجل السيطرة عليها دكتور يحيى الحكومة أصدرت قرار بشأن إعادة نشر قوات الشرطة داخل مراكز المدن ولكن استثنت جرف الصخر من هذا القرار كيف تقرأ هذا الاستثناء؟ ما الهدف منه؟ جرف الصخر غير قادر الشرطة على دخولها لأن القرار هو ليس قرار حكومي عراقي هو قرار إيراني بسبب السيطرة الإيرانية المطلقة وهذه الفصائل التي في ناحية جرف الصخر تدين بالولاء المطلق وهي تعلن ذلك رسميا يعني ليست دعاء وليس محاولة لألصاق التهم بهذه الفصائل هذه الفصائل هي ضمن محور إيراني وضمن ما يسمى محور المقاومة التي تعمل تحت جناح الحرس الثوري الإيراني ولا تعمل تحت جناح القيادة العراقية حتى وإن استلمت منهم رواتب وتستلم منهم تسليح وتستلم منهم معدات ولكن هي تعمل وفق أجندات إيرانية وفق توجيه إيراني وتحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وخاصة ما يسمى فيل قدس الإيراني الذي كان يرأسه سليماني والآن تحت إشراف أو قيادة إسماعيل قآن الذي يدخل العراق متى شاء ويذهب متى شاء وهو من يعقد الاجتماعات لرئيس الوزراء وللحكومة العراقية ولكل الرئاسات العراقية تحت إشراف عبر سكايب عضو اللجنة العليا بل إن السفير الإيراني هو المساعد لهذا القائد كان معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة